بمناسبة يعني الأهل هيلعب مديامة الغاني يوم السبت إن شاء الله لعب مباراة ودهي النادي الأهل النهاردة الأهل في الأهل يعني فليل لبس أحمر فليل لبس السود إيه التفاصيل بقى اللي اطلعت منه من المباراة دي كواليس التشكيل اللي ممكن يطلع من المباراة دي شاف إيه مارس الكولر من المباراة نهاردة قبل التمرين طلب مارس الكولر تقرير فني عن اللاعبين الدوليين سواء في منتخب مصر أليو ديانج بيرسيتاو طبعا معلول لا يشترك لأنه لسه مصاب لسه في برنامج التأهيل ما كانش موجود مع منتخب تونس وبالتالي يشوفه كل لعب لعب قد إيه عدد الدقائي اللي يبقى كل لعب وهو كان مدي قرار إنه اللاعبين مش هيتمرنوا طبعا ما يوصلوا للنهاردة التلات يوم الأربعة كمان خدوا راحة علشان اللاعب يبقى أول تمرين تاخدوه مش الأربعة بيبقى الخميس وخد تقرير بعد الدقائي اللي يبقى كل لعب يمكن أكترهم طبعا هو محمد الشناوي لعب المباراتين كاملتين محمد عبد المنعم خرج في المباراة الأولى بعد الشوت الأول ولعب المباراة الثانية كاملة فلعب ثلاث أشوات تقريبا بعديهم مروانة عطية لعب 95 دقيقة بيرسيتاو برضو لعب عدد كبير لعب المباراة الأولى كاملة والمباراة الثانية معظمها أليو ديانج لعب المباراة الأولى لحد دي حاجة وستين وبعدين المباراة الثانية مع منتخب مالي لم يشترك خد تقرير عن اللاعبين دي عشان يقرر تبقى للحالة وبعد ما يوصل هيكمل بقى القياسات بتاعة اللاعبين تبقى للعبين ما يبقى متاح ومين يبقى صعب أن يلعب في مباراة ميدياما خاصة أنه عنده بعض الغيابات اللي تأكدت وعلى رأسها علي معلول اللي في الغالب مش هيكون موجود في مباراة ميدياما عشان يكمل برنامج التقيل بتاعه إن شاء الله بعد مباراة ميدياما هيكون جاهز صعد مجموعة من الناشئين اللي زي ما قلت لك التمن لاعبين التقريبا اللي ما كانوش موجودين أو متاحين سواء الخمسة بتاع منتخب مصر بعد استبعاد السنائي إمام عشور وحسين الشحات اللي كانوا متاحين للنادي الأهلي في الثلاثة يام اللي فاتوا بالإضافة للثلاثي الأجنبي المحترفين فصعد تمن لاعبين من فريق الشباب عشان يلعبوا المباراة الودية اللي عملها مباراة داخلية فريق الأحمر وفريق بالأسود داخل القوام بتاع النادي الأهلي اشتركوا نهاردة مباراة انتهت تلاتة واحد الفريق اللي كان معظمه من العاصر الأساسية طبعا هو اللي فاز كان بيشترك معاه بس علي نادر شوقي هو من القطاع وبقيت الفريق التاني كان معظمه من القطاع في ثلاث لعبين نالوا استحسان مارسي الكولر النهاردة يمكن على رأسهم مازن أسامة الظهير الأيصر من قطاع الناشئي ملدنا في الثلاثة كمان كان بعد فترة غياب عبد الرحمن الرجدان كان موجود النهاردة قده بشكل ممتاز والتالب بتاعهم كان علي نادر شوقي مهاجم اللي سجل هدف في فوز فريق الأساسي النهاردة تلاتة واحد على الفريق التاني والراجل شايف انه في بعض منها أولئة العناصر في ظل ضغط المباراة اللي هيكون بعد التوقف الدولي مش الفترة الحالية وده عبد الرحمن الرجدان كان فترة طويلة من الناس كان بتعقد عليه أمال كبيرة العيب بقلبة فاع ممتاز كان عنده أزمة كان بيلعف منتخف الشباب كان عنده أزمة فكان فيه قرار تأديبي كده يعني انه هو ينزل اتمرن تحت في القطاع دي أول عودة ليه انه يشترك كان بيطلع في التمرين ده عبد الرحمن العيب ممتاز بيلعف في مركز قلب الدفاع عمل مباراة ممتازة نهاردة كان متولر رقابة مودست اللي هجيله بعد شوية كان متولر رقابة مودست في المباراة وقدى مباراة ممتازة ومن العيبة اللي نالت استحسان كولر برضو زي ما قلت هم موجودين كلهم في القطاع نادرة لما بيتساعدوا كمان فيه أسامي كتير تساعدت النهاردة منهم أحمد أشرف كان بيتساعد على فترات في لعيب ممتاز مويد الأفين وخمسة اسمو أحمد طعيمة بيلعف وسط الملعب لعيب ممتاز برضو يمكن كولر كان بركز النهاردة على اللعبة دي لانه وارد انه يستعين بها خاصة زي ما قلت لك فيه 2 من اللي نالت استحسنه بيلعبه في مركز قلب الدفاع وهجي لك بعد شوية نطلع شوية بس الموضوع الماتش قلب الدفاع ولم يركز على قلب الدفاع فالراجل طلع في الآخر بالشكل أو القوام الأساس ده دي الصورة بتاعت علي نادر لزي ما قلت سجل هدف النهاردة في فوز الفريق الأساسي على فريق اللي كان معظم وطعم من قطاع الناشئين ده علي نادر شوي المبارس الكولر النهاردة ركز مع اللعبين كريم خاصة على النظر الأساسية على الشكل الشكل الخططي العام ما دخلش قوي في التفاصيل مش هيدخل في التفاصيل إلى يوم الخميس لما يكتمل للعناصر خاصة الخامسة بتوى منتخب الأول ومع اليو ديانجو بيرسيتاو تحديدا لما يخشوا تاني مع العاصر هو الراجل شايف أنه من ضمن أولوياته عكس ما مصار في التوقيت الحيالي الأهلي بدل على مهاجم طب مدس طب القرار الرجل ما قاعد مع لجنة الكورة من 3 أو 4 يامه كان ليه اتصال مع أحد المسؤولين في النادي الأهلي الراجل للأولوية بالنسبة له هي التعاقد مع قلب دفاع في الفترة اللي جاي قلب دفاع مش مهاجم قلب دفاع دي أولوية عنده سواء بقى فترة الانتقالات هو حتى هم قالولونه وارد يكون صعب إن احنا نتعاقد مع قلب دفاع مما نعرضوا عليه وعلى رأسهم وساما جلال نفسي تفرج علي ما بفرج والله والله بفرج شفت والله قلت من شوية يا أخي بقى يا أخي شفت ربنا عمل فيك إيه شفت أعذرني فهو على رأس أولوياته قلب دفاع ومركز الزهير الأيصر طلب كمان إن هو أشوف اللعيبة اللي في القطاع وكان على رأسهم مازل أساما النهاردة لعيب واعد جدا مريد لألفين وخمسة كان موجود النهاردة في التمرين وقصة محمد حمدي أشكرك لأنه برضو الاتجاه ممكن قولنا هنا يا كريم من حوالي شهر أو شهر وشوية الاتجاه كله كل راح ناحية فتوح قتلك هو ترتبهم كالتالي حمدي رقم واحد فتوح رقم اثنين بالنسبة ليه النادي الأهلي القصة بالنسبة ليه نادي بيراميدز إن هو صياغة العقد بشكل ما هتكون صياغة دولارية يعني الشكل الدولاري هو ده اللي بيحاول يقنع بيه محمد حمدي أكتر منه إنه الرقم كان إنه الرقم هل هو ستمية ولا سبعمية ولا خمسمية مش دي القضية الكبيرة القضية إنه هو هيربطه له هيربط له العقد بالدولار بالجنيه المصري دي قصة قانونية بيمكن تجاوزها آه لا مش تجاوزها يعني أنا هسجل بالمصري في الاتحاد وأدينه هو بالدولار يعني أنا اللي بطلع الفلوس لللاعب فأنا هكتب بالدولار أصلا الحيطة لي ما بين قوسين إنه قانون اللي لازم في الاتحاد المصري يروح يقول ده العيد مصري فهيقبط بالجنيه فهيقبط بالجنيه فأنا مقدرش أحط ما يوازي كذا في العقود فهي لها صيغة قانونية عظيم طيب فهو ده عشان كده محمد حمدي هو كان أقرب للنادي الأهلي جدا 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 متفهم معك جدا أشكرك على الخبر إنه الكلام ده الحقيقي ده على الأرض دلوقتي إنه محمد حمدي بقى خمسين خمسين ما بين النادي الأهلي وبين التجديد